الاشهر كان بهذاك الوقت اللي انا شفته انا كطفل ومسلا هم تسألني عن ليش منحبه الحكاية انا كنت مولع انا كايت لما تخلص لحلقة اشعر بحزن شديد جدا هو حمام الهنة هلا حمام الهنة فكرته عبقرية حمام الهنة هو 12 او 13 حلقة ما بتذكر مهم انه حسني وغوار 6 ماتت بس ارفوا انه هي تاركتلون مبلغ محترم الورث مخبيته باحد الكراسي تبع غرفة الصفر سنين لما ماتت 60 وزعوا هاي الكراسي لانه كلها تمكسرة وقديمة ومهترة اما بدون اياه فوزعوها لكن لما اكتشفوا انه باحد الكراسي في ميراس العائلة فقرروا ان دوروا على الكرسي اللي فيه هذا الميراس الكراسي كانت وزعت فكل حلقة بيعرفوا على مكان الكرسي بيحاولوا انه يوصلوا له احيانا واحدهم بيحاول يوصل قبل التاني يعني بشان يستأثر بالسروة فاخر حلقة بيلاقوا الكرسي اللي فيه الميراس بيلاقوا مبلغ ضخم من المال فبيروحوا بدون يصرفوه لانه بيلاقوا عملة قديمة بيروحوا بدون يصرفوها فالحقيقة اللي بيشتريها منهم بياء الفستو هذا الفستو الاسود بيعملوها نحن من له البوري او الكوز او لايه لانه هي عملة خالصة يعني يعني ما الى ايمي اليوم مسلسل كوميدي مسلسل حلو طريف بس الفكرة تبعوها عبقرية انه لا تبحث عن السروة في الماضي لانه هذا الماضي ماضي خلاص راح وهي اللي عملة ما عد اليوم الى ايمي انت صنع عملتك الان تصور هالفكرة ديش عبقرية اشتركوا في القناة